إن أن للميت F لإكس لما إكس يؤل إلى الزائد مانا تساوي لنا زائد مانا هنا نحسب وهنا نبرهن بقى البين أنه من أجل كل عدد حقيقي إكس أن ماذا أن F فتحة لإكس تساوي لنا 1 زائد إكس ناقص 1 لكل مربع في أسية ناقص إكس زائد 1 ثم جيم قال استنتج اتجاه تغير الدل أف وشكل جدول تغيراتها إثناني قال بين أن دالتا المستقيم دالتا ذو المعادلة إيقرا يساوي لنا إكس مقارب مائل للمنحنة C F عند زائد مانا ثم أدرس الوضع النسب للمنحنة C F وبالنسبة إلى هذا المستقيم المقارب دالتا ثالثا قال بين أن المعادلة F لإكس تساوي لنا 0 تقبل حلا وحيدا ألفا حيث ألفا محصر ما بين 1.8 و1.9 هنا أكيد مبارنة القيم المتوسطة رابعا قال أكتب معادلة ديكارتية للمماستي للمنحنة C F عند النقطة ذات الفاصلة 1 خامسا قال بين أنه من أجل كل عدد حقيقي إكس أن أفت حتين لإكس تساوينا ناقص إكس ناقص واحد في إكس ناقص ثلاثة في أسية ناقص إكس زائد واحد يعني نشتق المشتقة هذه مشتقة المشتقة يعني مشتقة ثانية تساوينا هذه القيمة ثم استنتج أن C F يقبل نقطتين عطاف يطلب تعيينهما سادسا قال أحسب F لسفر و F لثالثة ثم أرسم دالتا و T و C F في المعلم السابق سابعا قال ناقش بيانيا و حسب قيم الوسيط الحقيقي أم عدد وإشارة حلول المعادلة ذات المجهول الحقيقي إكس وهي المعادلة F لإكس تساوينا إكس زائد أم ثانية الروماني قال نضع من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم أن E N يساوينا التكامل من صفر إلى واحد لإكس قوة N في أسية ناقص إكس زائد واحد تفاضل إكس واحد ألف قلبي أن دال جي ماجسكيل المعرفة على R B جي لإكس يساوينا ناقص إكس زائد واحد في أسية ناقص إكس زائد واحد هي دالة أصلية لدالة إكس في أسية ناقص إكس زائد واحد بقى الأحسب E واحد يعني هنا لما نعوذ بيان بي الواحد ثانيا قال أليك باستعمال مكملة بالتزيئة بين أن E N زائد واحد يساوينا ماذا؟ يساوينا ناقص واحد زائد N زائد واحد في E N يعني يساوينا في ضرب في هذه القيمة من أجل كل عدد طابعي غير معدوم بقى الأحسب ثالثا قال أحسب بالسنتيمتر المربع مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنة CF والمستقيم المقارب دالتا والمستقيمين اللذين معادلتيهما X يساوي لنا 0 و X يساوي لنا 1 هم حدود التكامل إذن لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل نقطة بنقطة إذن ننطلق في الأول أبناء بحساب النهاية الأولى إذن نكتب هنا أولا حساب ماذا؟ limit F ل X لما X يؤول إلى ناقص ملا نهاية هنا ركزوا معي أولا عندنا بعض النهاية التي لا عليكم أن تكونوا على دراية به وهي limit السية X لما X يؤول إلى ناقص ملا نهاية إنها 0 لاحظوا هنا عندنا العبارة ها هي أبنائي وأركزوا أرجوكم نقطة نقطة ولا تتعجلوا إذن فصبح لنا ماذا؟ صبح لنا هكذا صبح لنا الميت X ناقص X مربع زائد واحد في أسية ناقص X زائد واحد هكذا لما X يؤول إلى ناقص ملا نهاية هنا الأمر جد بسيط وأركزوا معي أولا إذا أتينا هنا أعوذ هنا ناقص ملا نهاية هذه وهنا سبح لنا زائد ملا نهاية لأن ناقص ملا نهاية مربع إذن هنا ناقص ملا نهاية مربع أعوذ هنا كذلك بناقص ونعوذ بناقص ملا نهاية أسية زائد ملا نهاية كم؟ زائد ملا نهاية لاحظوا هنا زائد هنا زائد مالا نهاية وهنا زائد مالا نهاية الزائد مالا نهاية في الزائد مالا نهاية زائد مالا نهاية والناقص الذي سبقت به ناقص مالا نهاية وهنا نعوذ بالنقص مالا نهاية نصبح هنا ناقص مالا نهاية ونقص مالا نهاية ليس زائد مالا نهاية وعيد هذه تعطي لكم زائد مالا نهاية والأخرى تعطي لنا زائد مالا نهاية وعندنا الناقص هنا وهذه عندكم ناقص مالا نهاية لاحظوا زائد ما لا نهاية ها هي وهنا تعطيكم قسية ناقص ناقص ما لا نهاية هي زائد ما لا نهاية زائد ما لا نهاية والناقص بحلنا ناقص ما لا نهاية ويعونها عندنا ناقص ما لا نهاية الناقص ما لا نهاية مع الناقص ما لا ليس فيه إنما جمعهم ليس حالة دمتعين إنما تعطي لنا ناقص ما لا نهاية فقط بعدما حسبنا الآن النهاية يقول أحدكم وكيف نجيش ورقة الإجابة تجيبونها كذا فقط ويكفي لأنه قال أحسب أما السؤال الذي بعده قال برهن علينا أن نعطي له الخطوات إذن نكتب هنا البرهن أن لميت F لX لما X يؤل إلى زائد مالية قال أثبتها أنها تسأل لنا زائد مالية هنا علينا أن نذكر المراحل ركزوا هنا أرجوكم نقطة نقطة أبنائي ما معنى؟ معنى تصبح هنا هكذا لميت X ناقص ماذا؟ ناقص X مربع زائد واحد أما هنا هذا أقوم بتفكيكه كيف ذلك؟ معنى لهو أسية ناقص X في الأسية اجمعوا الأسس أسية ناقص X في أسية واحد تجمعوا الأسس بحيث أن أسية ناقص X زائد واحد لم أفعل شيء هكذا لما X يؤل إلى زائد مالية دقيقوا أرجوكم نقطة نقطة أبنائي ولا نتعجل فأتبعنا تسأل لنا لميت X ناقص لاحظوا ما رأيكم هذا إذا جعلت له المقلوب؟ نذهب به إلى المقام لما نذهب به إلى المقام تتغير إشارة قوته ليس إشارته إذن أتبعنا ناقص X مربع زائد واحد على أسية X في الأسية هذه لا نلمسها هذا الذي أقوم بنقله إلى المقام أما هذا لا يهمني لمأنه مجرد عدد هكذا لاحظوا جيدا لما X يؤل إلى الزائد مالا نهاية عندنا نهاية شاهرة سوف أذكركم بها وهي لميت نقلبها X قوان على أسية X لما X يؤل إلى الزائد مالا نهاية هذه لا تسبح لكم نقص مالا إنما صفرة مثلها كمثل إثنان قوان لما أن يؤل إلى زائد ما هي زائد مالا إذا قلبناها اللي هي واحد على إثنان قوان تسبح لنا كالصفرة عند الزائد مالا نهاية الآن هذا ماذا يعني؟ يعني إذا أتينا هنا وقمنا بالتفكير تسبح لناها كذا لميت X ناقص X مربع على أسية X زائد واحد على أسية X وهنا هذه وهذه كلهم مضروبين في الأسية هذه لا تهمنا لما X يؤل إلى زائد مالا نهاية هكذا أبنائي هذه لا تهتم لها لأنه مجرد عدد إذن نطبق عليها القانون هذه تعطي لكم كم تعطي لنا صفرة طبقا لهذه النهاية وهنا واحد على المالا نهاية كذلك لأن أسية زائد ما هي زائد ما واحد على مالا نهاية هو صفرة دقيقوا ماذا يبقى لكم ألا يبقى لنا هو هذه عوض هنا تسبح لنا كم هذه صفر صفر وإذن تعطي لكم هذه صفر في الأسية هو صفر إذن هذا كل ينذهب إلى صفر بقيت لنا هنا عوض بالزائد مالا نهاية تسبح لكم زائد 90 زائد ما لا نهاية يقول أحدكم وما نظر أن نكتب في رقت الإجابة تكتبون هذه المراحل كما هي لماذا؟ لأنه قال برهن ليس أحسب أما هنا حساب نعطي له النتيجة ويكفي فقط بعدما أنهينا مع هذا السؤال سوف نتطرق الآن إلى B قال بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي X أن F فتحة لX تساين 1 زائد X ناقص 1 لكل مربع في أسية ناقص X زائد 1 إذن نكتب هنا البرهان أنه ماذا؟ أنه إذا كان عندنا هذا X ينتمي إلى R أن F فتحة لX تساين 1 زائد X ناقص 1 لكل مربع في أسية ناقص X زائد 1 هنا مجرد الحساب نقول أولا أدال F قابلة للاشتقاق على المجال R وعندنا تصبح لنا ماذا؟ صبحنا F فتحة لX يساوي إذا اشتقنا هذا X ما هو؟ مشتقه هو 1 ناقص ثم الآن عندنا هذا لا تنسوا أنه عبارة عن جداء دلتين المكتوبة على شكل A في V مشتقه ماذا يساوي؟ مشتق الأول في الثاني زائد مشتق الثاني في الأول احذروا هذه القوانات عليكم لأن هنا عندنا الدال لكثير خدود مضروبة في هذه الدلال السية إذن فيصبحنا مشتق الأول إذن نضع هنا هكذا مشتق الأول أكد هو 2X في الثاني اللي هو ناقص X زائد واحد زائد مشتق الثاني ما هو مشتق أسية ناقص X زائد واحد؟ هذه مشتق الدلال السية معروف أنه مشتق الذي في الأس في العبارة ما نصبح هنا ماذا؟ نصبح هنا مشتق الذي في الأس هو ناقص واحد فقط في العبارة اللي هو أسية ناقص X زائد واحد إذن في مشتق الثاني ها هو الثاني نضعه هنا فيمكن أن نكتب هنا الناقص لأنه ماذا؟ لأنه أتى معنا الناقص في الأصل زائد لكن هنا لما قمنا باشتقاف هذه القيمة عطت لنا ناقص ناقص أسية ناقص X زائد واحد في الأول لهو ماذا؟ لهو X مربع زائد واحد هكذا لم أفعل شيء إنما أنا أطبق في قواعد المشتقات فقط نكمل تصبح لنا F فتحة لX تساوي لنا واحد ثم ناقص هنا لا نتعجل علينا أن نستخرج هذا وهذا كعمل مشترك إذا استخرجنا ماذا يصبح لنا؟ يصبح لنا هكذا يصبح لنا تبقى لنا هنا 2X وأدخل هذا الناقص على هذه ناقص X مربع لاحظوا وانتبهوا ناقص واحد في أسية ناقص X زائد واحد وعلي أن أصل إلا هذه وإلا هناك خطأ دقيقوا هنا أرجوكم نقطة نقطة فتصبح هنا F فتحة لX تساوي إذا أتينا هنا أبنائي واستخرجت الناقص من عندي هذه كليا هذه نستخرج من عندها ناقص فماذا ينتج؟ لاحظوا نصبح هنا واحد ناقص وقلت نستخرج من عندهم ناقص هذا كل ينا نستخرج لهم عندهم ناقص ونضربه هنا ماذا يصبح؟ نصبح هنا زائد وبالداخل نغير الإشارة نصبح هنا ناقص 2X زائد X مربع زائد واحد في أسية ناقص X زائد واحد لم أفعل شيء إنما هنا استخرجت ناقص وضربته هنا حتى يعطينا زائد لأن هنا عندي زائد لكن لا ننسى هنا إذا رتبنا هذه سوف نتحصل على متطابق الشهر الثاني اللي هي F فتحة لX سبحانا تساوينا واحد زائد تعالوا نرتب لهي X مربع ناقص 2X زائد واحد في أسية ناقص X زائد واحد أليس هذه المتطابقة الشهرة لX ناقص واحد لكل مربع نعم نصبح هنا F فتحة لX تساوينا واحد زائد X ناقص واحد الكل مربع في أسية ناقص X زائد واحد نقول ومنه فقط ها قد الآن وصلنا يا ابنائي إلى النتيجة المطلوبة فقط بعدما أنهينا مع هذا السؤال نتطرق الآن إلى سؤال جيم استنتاجي قال استنتج اتجاه تغير الدالة F ذا المكتب هنا استنتاج اتجاه تغير الدالة F أكيد على R نقول لدينا لدينا ماذا؟ لدينا هذه القيمة هي المشتق وهذه القيمة كيف هي؟ إن واحد قيمة مجابة زائد X ناقص واحد كيف هي؟ قيمة مجابة في أسية ناقص X زائد واحد إنها قيمة كيف هي مجابة؟ إذن هذه القيمة مجابة أي F فتحة ل X قيمة مجابة تماماً لماذا أبنائي؟ هذه مهما كان إنها قيمة مجابة تنعدم عند ماذا؟ تنعدم عند الواحد فقط إذا إن عدمت عند الواحد تصبح لنا هذه القيمة تساوي السفر تخيلوا ونضيفوا لها واحد كيف تصبح لنا؟ تصبح لنا مهما كان هذه القيمة مجابة بما أن مجابة نقول ومنه الدالة F كيف هي؟ متزايدة تماماً على مجال تعريفها على R لأن استنتاج اتجاه تغير من تعطي لنا يعطيه لنا إشارة المشتقة هذه المشتقة إذن قيمة مجابة إذن مما يدل على أن الدالة متزايدة تماماً فقط لحظتم؟ هذا ما أكملنا مع هذه الأبنائنا الآن وشكل جدول تغيرتها معنى جدول تغيرات الدالة هذه F إذن نكتب هنا جدول تغيرات الدالة التي اسمها F لأن هنا عندنا X قلنا من ناقص مالا نهاية إلى الزائد مالا نهاية وعندنا هنا F فتحة لـ X قلنا عليها إنها قيمة كيف هي؟ مجابة تماماً وعندنا هنا F ماذا؟ F لـ X لما أننا قلنا المشتقة مجابة فإن الدالة كيف هي متزايدة حسبنا النهايات فوجدنا هنا ناقص مالا نهاية وهنا وجدنا زائد مالا نهاية فقط أبنائي بعدها نأتي الآن إلى الجزء الآخر له الجزء الثاني قال بيّن أن المستقيم دالتا ذو المعادلة Y لـ X لمنصف الأول مقارب مائل للمنحنة CF عند الزائد مالا نهاية إذن نكتب هنا البرهان أن دالتا مستقيم مقارب مائل لمن لـ CF عند ماذا؟ عند أو بجوار الزائد مالا نهاية هنا علينا أن نثبت أن نهاية الفرق يجب أن تكون تساوي السفر معنا نصبح لنا هكذا Limit F لـ X ناقص Y لكن الـ X يؤول إلى الزائد مالا نهاية تساوي ماذا؟ تساوي للمت X ثم ناقص قلنا X مربع زائد واحد في السية ناقص X زائد واحد ثم عندنا ناقص Y وهو ناقص X لأنها هو أمامكم هكذا لما X يؤول إلى زائد مالا نهاية أولا هذا وهذا قد ذهب فأصبح لنا Limit Limit ماذا؟ Limit ناقص في X مربع زائد قلنا واحد ثم هذا نقوم بتفكيكه مثل ما فعلنا عندما حاسبنا عند الزائد مالا نهاية تصبح لنا أسية ناقص X في الأسية هكذا لما X يؤول إلى زائد مالا نهاية تصبح لنا تساوي ماذا تساوي للمت ناقص ثم ماذا؟ ناقص X مربع على أسية X زائد ماذا؟ واحد على أسية X هكذا في أسية لما X يؤول إلى زائد مالا نهاية لم أفعل شيء إنما هنا جعلت المقلوب وقمت بكل واحدة أخذ ما قامها لوحدة تحدثنا على هذه النهاية وذكرناها أنها صفر وهنا واحد على مالا نهاية كذلك صفر فصبحنا الأسية في صفر في ناقص واحد لهذا هو ناقص كم تصبح لنا؟ تصبح لنا صفر فقط نقول ومنه ضالطة مستقيم مقالب مائل لمن لي CF بجوار الزائد مالا نهاية فقط بعدما أنهينا مع أبو البرهان عليه علينا أن نثبت الآن بعدها قال ثم أدرس الوضع النسبي لهذا المنحنة بنسبة لهذا المستقيم دالتا ركزوا هنا إذن نقول هكذا إذن الوضع إذن الوضع النسبي لمن لCF بالنسبة إلى دالتا هنا ماذا تقول قاعدة؟ تقول ندرس إشارة من الفرق الذي هو F ل X ناقص Y أكيد على R على المجال التعريف لهو R فاصبعنا F ل X ناقص Y يساوينا قلنا X ناقص X مربع زائد واحد في أسية ناقص X زائد واحد ناقص قلنا X يذهب هذا مع هذا فاصبعنا تساوينا ناقص ثم ماذا؟ ثم X مربع زائد واحد في أسية ناقص X زائد واحد لكن هذه القيمة كيف هي؟ مهما كان إنها قيمة سالبة correct لماذا؟ لأن عندنا X مربع زائد واحد هذا قيمة موجبة مهما كان وإذا ضربناها في ناقص وعندنا الأسية ناقص X زائد واحد قيمة موجبة تماما تخيلوا الموجب في الموجب يعطينا موجب وضربناه في ناقص فيصبح لنا قيمة سالبة إذن نقول بما أنه وجدنا قلنا نحن لدراسة الوضعية ندرس إشارة الفرق فهذا الفرق وجدناه سالب نقول ومنه CF يقع أسفل ماذا أسفل مهما كان X ينتمي إلى R فقط إذن أعيد إشارة الفرق هذه القيمة مجابة مهما كان وهذه مهما كان مجابة السية أي شيء مجابة إذا ضربت في الناقص بحيانا سالبة فإن الإشارة أصبحت سالبة تماما أي أن CF يقع أسفل ضارط فقط بعدما أنهينا مع هذا الجزء نأتي الآن إلى جزء المبرهنة قيمة التوسط قال بيّن أن المعادلة F لX تساوي 0 تقبل حلا وحيدا ألفا حيث هذا ألفا محصور ما بين 1.8 و1.9 إذن نكتب هنا البرهن أن ماذا؟ أن المعادلة التي هي F لX تساوي 0 تقبل حلا وحيدا اسمه ألفا حيث ألفا محصور ما بين 1.9 و1.8 أولا نأتي إلى قلنا ها هي مثلا 1.8 وعندنا 1.9 قلت هنا 1.9 الآن نركز هكذا وهكذا قال يرجل لنا ألفا حيث هذا ألفا إذا نزع إذا جاء إلى هنا إلى بطن عبارة F تصبح لنا كم سفر هكذا لهذا قلنا F لX تساوي 0 عند ماذا؟ عند ألفا يعني X إذا أخذ ألفا F لX كم تصبح تصبح لنا سفر أولا نقول الدالة F كيف هي؟ مستمرة ومتزايدة تماما على المجال من هنا إلى هنا انظروا ها هي نصعد ليس ننزل إذا متزايدة تماما على المجال لهو من 1.8 إلى غاية 1.9 والأمر الثاني انظروا ها هو السفر فإن هنا F ل1.9 كيف تكون وهو F ل1.8 كيف تكون لاحظوا ها هو السفر هذه تقع فوقه وهذه تقع أسفل منه و F ل1.8 لما نأتي إلى هنا إلى العبارة هذه ونعوذ ب1.8 1.8 1.8 1.8 سوف نجدها بالتقريب إلى 0.11 ناقص 0.11 وهنا كذلك لما نأتي F ل1.9 نأتي إلى العبارة هنا ونعوذ بالآلة الحاسبة سوف تطينا قيمة تقريبية وهي بالتقريب 0.03 إذن لاحظوا فنقول أنه السفر ينتمي إلى الصور من هي الصور لهي ناقص 0.11 و 0.03 0.03 0.03 نقول حسب مبرهنة القيم المتوسطة فإن المعادلة وهي F لX تساوي 0 تقبل حلا كيف هو وحيدا اسمه ألفا حيث ألفا محصور ما بين 1.9 1.8 وهذا ماذا يعني أي إذا أتينا إلى أمر مرات يقول وفسر ذلك هندسيا أو بيانيا نقول أي المنح أو أي C F يقطع ماذا يقطع X X فتح اللي هو محور فواصل في الفاصلة من هي الفاصلة ألفا هذا هو التفسير البياني لهذه مبرانة القيم التوسطة أنه لما نضع هنا F لألفا تصبح لنا سفر ما معناه معناه C F يقطع محور الفواصل اللي هو X X فتح في الفاصلة ألفا محصور ما بين ماذا بين 1.8 و 1.9 وهذا نحترمه في الرسم بعدها نأتي أبناء إلى السؤال الآخر قال رابعا أكتب معادلة ديكارتية لممس T للمنحن CF عند النقطة ذات الفاصلة 1 نكتب هنا معادلة الممس T عند هذه القيمة عند أولا X 0 أو نسميها A مجرد A لهي عند هكذا نحن نعلم معادلة ممس قانونيا أنها Y يساوي أولا نقول Y يساوي F فتح ل A في X ناقص A زائد F ل A هي فاصلة تلك النقطة التي تعطى لنا أو نسميه مرات X 0 أو نجد يسمى ألف المهم وجدة تسميات فصبح أن Y يساوي F فتح ل 1 في X ناقص 1 زائد F ل 1 أما إذا أعطيت لنا هنا ناقص 1 فهنا تصبح لكم زائد لأن ناقص في ناقص بحلالة زائد مرة نعوذ في المشتق تصبح F فتح ل 1 يساوي عوذ إذن هنا ب1 وهنا ب1 وهنا ب1 أكيد سوف تعطي لكم هذه 0 فيبقى لنا 1 فقط نأتي الآن إلى F 1 يصبح يساوي عوذ هنا ب1 وهنا ب1 وهنا ب1 وهنا ب1 نعوذ الآن يساوي لنا عوذ هنا بالواحد 1 في X ناقص 1 ثم عندنا ناقص 1 لأن هذه وجدنا ناقص 1 فتصبح لنا لما ننشر يساوي لنا X ناقص 2 فقط إنها معادلة T إذا قلنا عند X 0 أو A يساوي 1 أو نسميه A أو X 0 ها هي معادلة هذا المماس فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا الجزء نأتي الآن إلى خامسا قال بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقة X أن المشتقة الثانية تساوي ناقص في X ناقص 1 في X ناقص 3 في أسية ناقص X زائد إذا نكتب هنا البرهان أن من أجل ماذا من أجل كل عدد حقيقي اسمه X أن المشتقة هذه تساوي لنا هذه القيمة ها هي القيمة أمامكم لاحظوا ماذا نقول نقول الدالة F فتح قابلة لمن للإشتقاق و تصبح لنا ماذا إذن هذه هي الدالة F فتح نشتقها لنصل إلى هذه ركزوا هنا ما عليكم إلى الانتباه تصبح لنا F فتح 2 ل X يساوي نأتي إلى هذا هذا لما نشتقه كم يعطينا صفر إذن صفر زائد الآن عندنا جداء هنا دققوا أرجوكم نقطة نقطة عندنا هذه التي هي X ناقص واحد الكل مربع هذه التي تلاحظون دققوا كيف نشتقها دون أن ننشورها تصبح نتساوي مشتق F قوة N هكذا كقانونيا ماذا تساوي تساوي أنه هذا ينزل يعني N في مشتق التي بالداخل هي F في F ل N ناقص واحد هذا هو مشتق الدالة النونية يعني إذن هذا كذلك ننزله إلى هنا ماذا يصبح سبحنا 2 في مشتق هذه التي بالداخل دون S ما هو مشتق X ناقص واحد أكيد هو واحد في العبارة هي X ناقص واحد ننقص لها درجة بعدما كانت عندها كم 2 ناقص واحد بعدما كانت عندها 2 كم سبح سبح لنا واحد إذن فماذا تعطي لنا هذه تعطي لنا 2 في X ناقص ماذا ناقص واحد إذن مشتق الأول لهو 2 في X ناقص واحد إذن قلنا هذا عبارة جد مشتق الأول في الثاني في السية ناقص X زائد واحد زائد مشتق الثاني مشتق هذه قلنا هي ماذا هي ناقص السية ناقص X زائد واحد في الأول اللي هو ربع لم أفعل شيء إنما أنا أطبق في القوانين بحذافرها فتصبح لنا F فتحتين ل X يصبح يساوي ما رأيكم أن نستخرج من هنا ومن هنا X ناقص واحد عام مشترك ماذا يبقى لدينا قلنا 2 إذن هذه تبقى لنا إلا الاثنان ثم ناقص X هكذا ناقص واحد في السية ماذا في السية ناقص X زائد ماذا زائد واحد لم أفعل شيء إنما استخرجت X ناقص واحد وX ناقص واحد عام المشترك وأكيد هذا يبقى دائما عام المشترك بين هذا وهذا لا جدال فيه تصبح لنا F فتحتين لX تصبح تساوي ماذا X ناقص واحد في هنا لما نقوم ندخل هنا الناقص وهنا الناقص ماذا تصبح لنا تصبح لنا ثلاثة ناقص X في أسية ناقص X زائد واحد يقول أحدكم لماذا هنا تصبح لنا ناقص X والناقص في ناقص زائد واحد زائد ثلاثة واحد زائد اثنان إنها ثلاثة ما رأيكم أن نستخرج من هنا ناقص لماذا حتى أصل إلى هذه نستخرج ناقص بحنا F فتحت لX تصبح ناقص في X ناقص واحد في هذا عنده في الأصل زائد هذا عنده زائد إذا استخرج لنا ناقص ماذا يصبح يصبح لنا ناقص وهذا نستخرج له ناقص يبقى له زائد رحض نصبح X ناقص ثلاثة في أسية ناقص X زائد واحد الذي لم يفهم لاحظوا لاحظوا زائد ثلاثة كأني لم أفعل نقول ومنه فقط بعدما أنهينا مع هذا السؤال أكيد سوف يأتي سؤال استنتاجي قال ثم استنتج أن CF يقبل نقطتي يعني إثنان إنعطاف يطلبوا تعينهما إذن نكتب هنا استنتاج أن CF ماذا يقبل نقطتي إنعطاف ركزوا هنا جيدا نقول على أنه نقول CF يقبل نقطتي إنعطاف إذا كان إذا كان ماذا إذا كان أنه F فتحتين لX تنعدم وتغير إشارتها هذا هو الشرط الذي أعلن أن نتعلمه إذن نقول على أنه CF يقبل نقطة إنعطاف إذا كانت المشتقى الثانية تنعدم وتغير إشارتها المشتقى الثانية موجودة ها هي تعالوا نبحث علينا أنات عاد إذا قلنا F فتحتين لX تساوي السفر أي ماذا أي أنه ناقص X ناقص واحد هكذا في X ناقص ماذا ثلاثة في أسية ناقص X زائد واحد يصبح يساوي السفر هذا يساوي السفر إذا كان أكيد عندنا أسية ناقص X زائد واحد هذا أكبر تم يصير مستحيل يساوي السفر من هو الذي يساوي السفر معناه إنه ماذا إنه X ناقص واحد يساوي السفر أو ماذا لأن هنا جداء جداء ثلاثة عدد أو X ناقص ثلاثة يساوي السفر ننقل هذا إلى هنا يصبح X يساوي واحد وهنا X يساوي ثلاثة إذن المشتقة الثانية تنعاد بقي لنا وتغير إشارتها لتغير إشارتها أبنائي هنا علينا إلا إنجاز ماذا إنجاز جدول الإشارة نترك هذه العبارات تتبعنا لأن سوف نحتاجها لاحظوا معي الآن هنا نجري هذا الجدول الذي به نحدد على أنها يوجد نقطة إنهيطة فركزوا معي أرجوكم هكذا وهكذا دقيقوا أرجوكم نقطة ولا نتعجل إذن أولا إذا عندنا أولا عندنا هنا إكس من ناقص مالا نهاية أكيد إلى غاية زائد مالا نهاية نأتي يمكن أن نقوم بنشر هذه القيمة حتى يسهل لعنات إيجاد إشارتها بطريقة بسيطة إذن عندنا ناقص إكس هكذا ناقص واحد في إكس ناقص ثلاثة تصبح لنا تساوي أولا تصبح لنا ناقص ثم هذا في هذا يصبح لنا إكس مربع وهذا في هذا ناقص ماذا ثلاثة إكس وهذا في هذا ناقص إكس وهذا في هذا زائد ثلاثة هكذا تصبح لنا ناقص في إكس مربع ناقص أربعة إكس زائد ثلاثة ندخل عليها ناقص بحينا ناقص إكس مربع زائد أربعة إكس ناقص ثلاثة هذه هي عبارة من أي درجة من الدرجة الثانية إذن عندنا عبارة من الدرجة الثانية وهي ناقص x مربع قلنا زائد 4x ثم ناقص 3 أفواً قلت ناقص 3 أين تنعدم؟ تنعدم عند هذه القيم الذي وجدناها مهما كان إذن بما أن وجدناها تنعدم عند الواحد ماذا؟ والثلاثة نضع هنا الرمز هكذا وهنا هكذا عندنا عبارة من الدرجة الثانية هنا نقول نفس وهنا عكس فتصبح لنا ماذا؟ نفس وهنا عكس هذه هي نفسها إشارة f فتحتين لx الآن إذن أين تنعدم هذه f فتحتين لx؟ تنعدم عند الواحد وعند الثلاثة والإشارة هل تغيرت؟ قلنا أن نقول على نقطة العطاف إذا ماذا؟ إذا حدث شيء أن المشتقة الثانية تنعدم وها هي غيرة إشارة معنى زائد ناقص أو ناقص زائد نقول ومنه cf يقبل نقطة العطاف إذا سمعنا النقطة الأولى إحداثيها هي الواحد وآف لواحد والب هي الثلاثة وآف لثلاثة إذن هكذا بعدها يمكن أن نقوم بحساب هذه القيمتان يعني كقيم مضبوطة حتى نحتاجها فيما يخص شيء اسمه المنهنة إذن إذا عوضنا الآن بواحد إذن هنا واحد وهنا واحد وهنا واحد سمعنا واحد ناقص اثنان في السيد قلنا صفر إنها ناقص واحد إذن نقطة آ آ إحداثيها واحد وناقص واحد نأتي الآن إلى النقطة كذلك ب النقطة ب نحن أعطيناها هذا الاسم اللي هي ثلاثة 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 سمعنا ثلاثة ناقص ماذا هذه كم تعطي لنا ركزوا جيدا سمعنا تسعة زائد واحد اللي هو عشر في السية ماذا ناقص اثنان هذه هي القيمة إذن تصبح لنا ماذا ب إحداثيها كم ثلاثة ناقص عفوا ثلاثة و وماذا وثلاثة ناقص ناقص عشر في السية السية ناقص عفوا السية ناقص اثنان فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى سؤال آخر كمساعد للرسم قال أحسب أف لسفر وأف لثلاثة إذن نكتب هنا حساب أولا أف لمن لسفر تصبح لنا تساوي نعوذ هنا بالسفر وهنا بالسفر وهنا بالسفر وهنا بالسفر فماذا ينتج لنا تصبح لنا ناقص واحد في الأسية اللي هو ناقص الأسية عندنا كذلك آف لثلاثة عوضنا من قبل ثلاثة فوجدنا آف لثلاثة لهي قلنا تصبح لنا تساوي لما قمنا بحسابها لهي ثلاثة ناقص عشرة في أسية ناقص اثنان بعدما نحسب بالآلة الحاسبة كقيم تقريبية لأن الهدف منها هو المساعدة في الرسم نجدها بالتقريب واحد فاصل ماذا فاصل خمسة وستون هذا أمور تقريبية وقلت سوف تساعدنا في الرسم بعدما أنهينا مع هذا السؤال سوف نأتي الآن إلى سؤال آخر مهم قال أرسم دالتا وتي و سي أولا نرسم دالتا وهو المنصف الأول ها هو أمامكم أبني أمره جد بسيط ها هو المنصف الأول لاحظوا جيدا اسمه ماذا اسمه دالتا الذي معادلته هي ماذا هي ي تساوي إكس إذا قلت يساوي إكس وعندنا كذلك ماذا عندنا ت الذي هو المماس عند ماذا عند قلنا إكس يساوي لنا واحد قلنا إكس يساوي لنا واحد هنا يمكن أن نستعمل الجدول المساعد إكس و إجراغ إذا أعطينا له السفر فيعطينا ناقص اثنان ها هي الناقص اثنان وإذا أعطينا له واحد يعطينا ناقص واحد دقيقوا ناقص واحد ها هو أمامكم إذن لاحظوا وأركزوا ما يمكن الآن أن نأتي إلى هنا ونقوم لاحظوا نقطة نقطة إذن ها هو أمامكم هذا المماس T إذن هذا قلنا ماذا هو T الذي معادلته Y يساوينا X ناقص إثنان لاحظوا وأركزوا معي قلت ناقص إثنان عندنا كذلك ألفا ذلك الذي قلنا في مباركة قيمة المتوسطة وهي التقاطع مع محور الفواصل ما بين 1.8 و1.9 1.8 وفاصل 9 معناه يكون بالتقريب في هذا المكان لاحظوا وانتبهوا إذن قلنا قيمة الألفا في هذا المكان هنا اسمها ألفا وعندنا كذلك النقطة نقطة التقاطع مع محور التراتيب لهي قلنا ناقص الأسية هنا وعندنا نقطة الإنعطاف ها هي أمامكم اسمها وعندنا نقطة الإنعطاف ب ها هي اسمها ب ثم أكيد يأتينا عندنا يأتينا ب من هنا ويصعد باتجاه هذا هنا يجلنا ماذا يجلنا ذالطة كمستقيم مقارب أما هنا لا يجلنا إذن كيف تكون الوضعية؟ أكيد سوف يكون الوضعية التي تساعدنا في الرسم ها كذا دقيق ها كذا أبنائي لا أفوان نحتاج دائما إلى الوضعية المساعدة إذن ها هي أمامكم ويمر من هنا ها كذا وها كذا دقيقوا فقط إذن ها هي الوضعية من هنا ويبدأ بالسعود متاجهة إلى نقطة العطاف الأولى ثم بعدما سميناها نقطة العطاف يغير اتجاه معناها تصبح لنا ها كذا دقيقوا ها كذا وماذا وها كذا لاحظوا هذه هي الوضعية الصحيحة ثم من هنا ينعطف مرة أخرى إذن ينعطف مرة أخرى ها كذا ها هو ويمكن أن نعطي له وضعيات يعني بما أنه منحنى مستحيل أن نرسمه مثل ما يرسم بالبرامج هذه عليكم أن تفهموها يعني أرسموه بوضعية التي أرسم بها أنا فقط مستحيل تقول يا أستاذ هو ناقص في الرسم لا إنه منحنى والمنحنى ما يرسم باليد الحرة لا يرسم بالآلة الحاسبة كما يعتقد البعض ها هي أمنكم واسمه ماذا ونسميه C F نسبة إلى الدالة F وقلنا يوجد لنا نقطتين نعطف ها هي واحدة وها هي أخرى ونقطة تقاطع ما محور الفواصل هي الألف فقط بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي إلى سؤال آخر مهم جداً الكثير من الطلبة يعانون وهو المناقشة البيانية قال ناقش بيانية وحسب قيم الوسيط الحقيقي أم أولاً عدد والإشارة حلول المعادلة ذات المجهول الحقيقي X حيث F لX يسألنا X زائد M إذن نكتب هنا المناقشة ماذا البيانية بما أن قال المناقشة البيانية معناها متعلقة بهذا البيان معناه إذا كان الرسم خاطئ فاعلموا أن المناقشة تكون فيها نوع من الخطأ إذن نقول أولاً نقول هكذا الحلول البيانية للمعادلة من هي المعادلة اللي هي F لX تسألنا X زائد M هي فواصل فواصل معناه يكون الإسقاط على هذا المحور فواصل نقط نقط تقاطع ماذا C F و مع المستقيم ماذا دالط M ذو المعادلة من هي المعادلة الأبناء أنه في هذا المكان في مكان F لX ضعوا Y فقط لهي Y يساوي X X زائد ماذا زائد M الآن لاحظوا جيداً وفهموا جيداً هنا معامل التوجيه المضروف في الإكس كان واحد وهنا واحد وهنا واحد إنها مناقشة مائلة لأن معامل التوجيه هذا وهذا يعني عد مضروف في الإكس وهذا كلهم متساوي نقول دالط M يوازي ماذا يوازي لنا T ودالط M كذلك ماذا يوازي يوازي لنا دالط لهذا سميته دالط M نسبة إلى أنه يوازيه ونسبة إلى أنه عنده M فقط الآن هذه مناقشة كيف تكون مناقشة كيف هي مائلة إذا قلت مناقشة مائلة حيث نحن نعلم يا أبناء هذا الآن أين يصبح نحن نعلم أن معادلة أي مستقيم هي Y يساوي ماذا يساوي X هنا لاحظوا A في الأصل A X زائد B لكن هنا A عندنا كم A هنا عندنا واحد فيصبح لنا M كم يأخذ هو B لكن هذا B في أي مستقيم كان هذا B هو يمثل تقاطع تلك المستقيم مع محور ترتيب مع محور ترتيب إذن هذا M أين تكون قيمه يسمعوا جيدا M تكون قيمه على محور الترتيب لماذا أعيد لأن أنظر Y يساوي X زائد B هذا B دائما هو تقاطع أي مستقيم مع محور الترتيب الآن هذا M ماذا يصبح هو نقطة هو ترتيب التي يتقاطع فيها هذا المستقيم ذو المعادلة هذا مع محور الترتيب معناها قيم M مثلا هنا كم تكون قيم M تكون ناقص 1 وهنا 0 وهنا كم تكون تكون مثلا ناقص 2 وهنا ناقص الأسية وهكذا وهنا كم تكون ناقص مالانية يعني آم يصبح من ناقص مالانية ويصعد هكذا إلى غاية زائد مالانية إذن كيف تكون الوضعية الآن دقيقوا ناتي بها هو المستقيم يجب أن يكون موازي لهذين المستقيمين أولا ينطلق أكيد من ناقص مالانية وبدأ بصعود انظروا كم يقطع ها هو يقطع مرة واحدة نسقطها على محور الفواصل كم سالبة الآن ها هو يكمل يقطع مرة 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 إلى غاية هنا نتوقف لماذا لأن تصبح لنا حل معدوم فنقول واحد آم من أين يطلق آم يصبح ينتمي من ناقص مالانية إلى غاية ناقص الأسية مفتوح للمعادلة حلا واحدا كيف هو سالبا لماذا أبنائي لأن الإسقاط إذا أسقطنا كليا يقع على هذا الآن إذا كان هنا آم كم يكون آم ثانيا آم يساوي ناقص الأسية إذن في هذا المكان لما يسقط انظروا يكون حل معدوم للمعادلة حلا مع حلا كيف هو معدوم لأن الإسقاط يتم في الصفر الآن ثالثا إذا كان آم ينتمي من ماذا انظروا هاهو الآن بدأ ينطلق بقي لنا حل تقاطع 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 لكن كل تقاطع يقع لنا في الجهة الموجبة انظروا إذن ما زال تقاطع تقاطع واحد هنا كذلك تقاطع واحد تقاطع واحد انظروا لا تتغير كليا تبقى إلا تقاطع واحد مهما صعدنا هاهو كذلك إسقاط هنا موجبة إلى غاية ماذا إلى غاية هذا المكان هذا المكان كم يكون عندنا الآن انظروا يكون عندنا صفر إذن آم يكون من ناقص الأسية مفتوح إلى غاية الصفر مفتوح للمعادلة ماذا حلا واحدا كيف هو موجبة الآن نأتي إلى رابعا وآخرا الآن تخيل الآن ها هو يكمل من هنا ويصعد هل يوجد تقاطعات لا إذن آم يصبح ماذا آم من ماذا ينتمي من الصفر من الصفر إلى غاية هكذا إذن قلنا من غاية الصفر إلى غاية زائد مال نهاية لا يوجد حلول للمعادلة فقط أبنائي إلا أن هنا أبنائي يمكن أن نضع هنا حتى الصفر ولا هو نصيب يعني لا يقطعه أصلا هكذا إذن نقول لا يوجد حلول إذن كيف نلخص إذن عندكم ها هو المستقيم ويبدأ بالصعود هكذا يوجد حل حل سارب وهنا حل معدوم وهنا حلول مجب إلى غاية هنا ثم من صفر إلى غاية زائد ما لنها لا يوجد أي تقاطع مما يدل على أنه لا يوجد أي حل فقط بعدما أنهينا مع هذا الآن أبنائي إلى الجزء الثاني روماني قال نضع من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم أن يسعينا التكامل من صفر إلى 1 ل X قوة N في أسية ناقص X زائد 1 تفاضل X 1 قال ألف أن الدلة G المعرفة على R هي G لX ناقص في X زائد 1 في أسية ناقص X زائد 1 هي دلة أصلية للدلة X أسية ناقص X زائد 1 إذن نكتب هنا البرهان أن G كبير هذه دلة أصلية لمن للدلة التي عبارتها ماذا هي X في أسية ناقص X زائد 1 إذن نقول بما أن الدلة G كيف هي قابلة للاشتقاق فإن ماذا ينتج صبحنا G فتح ل X يساوي الآن تعالوا نقوم باشتقاق هذه فنجدها هذه ركز أرجوكم فيصبح لنا ماذا فصبح لنا مشتق أولا ندخل هذا ناقص عليهم تصبح لكم هكذا ركزوا إذن صبح لنا G ل X حتى لا تخطيط أمرة تصبح لنا ناقص X ناقص 1 قلت في أسية ناقص X زائد 1 تعالوا مشتق الأول إذن هو ناقص 1 في الثاني زائد مشتق الثاني مشتق الثاني هو ناقص أسية ناقص X زائد 1 في الأول اللي هو ناقص X ناقص هكذا ناقص 1 الآن نكمل حساب فتصبح لنا ماذا تصبح لنا G فتح ل X يساوي ناقص 1 ندخل هذا الناقص إلى هنا تصبح لنا زائد X زائد ماذا زائد 1 في أسية ناقص X زائد 1 يذهب هذا مع هذا فتصبح لنا X في أسية ناقص X زائد 1 نقول G هي دالة كيف هي أصلية لدالة ماذا الدالة ذات العبارة اللي هي X في أسية ناقص X زائد 1 نقول على دالة أنها دالة أصلية إذا قمنا باشتقاق هذه فنجدها هذه فقط أو بإيجادة دالة الأصلية هذه نجدها هذه فقط بعدما أنهينا مع هذا السؤال أكيد سوف ينفعنا في السؤال الذي يليه قال أحسب E1 إذا نكتب هنا حساب E1 نحن ماذا نملك أبناء نملك هذا التكامل إذا عوضنا هنا بماذا بـ 1 وعوضنا هنا بـ 1 فماذا ينتج يصبح لسعين التكامل من صفر إلى غاية 1 لـ X في أسية ناقص X زائد 1 تفاضل X وهذه هذه هذه أنظروا جيدا هذه هي نفسها هذه أليس دلة الأصلية هي هذه نعم فهنا معلنا إلا أن نقول تساوي ونضع هنا هكذا ناقص X زائد 1 في أسية ناقص X زائد 1 ونضع هنا الصفر وهنا الواحد لماذا هذه نعوذها بالدالتها الأصلية فتصبح لنا تساوي نعوذ مرة بـ 1 هنا و1 هنا ثم نعوذ مرة بالصفر ناقص ثم نعوذ بالصفر هنا وبالصفر هنا أحط دائما تقول قاعدة لا نقول نعوذ بهذا ناقص هذا نصبح لنا ناقص في 1 زائد 1 في أسية ماذا ناقص 1 زائد 1 ناقص الآن نعوذ بالصفر ثم هكذا ناقص في 0 زائد 1 في أسية ناقص 0 زائد 1 هكذا ولا نتعجل فيما يخص الحساب نصبح لنا ناقص 2 في أسية الصفر هكذا ثم عندي الناقص والناقص هذا ماذا يعطينا نعطي لنا زائد 1 في الأسية لم أفعل شيء فتصبح لنا ناقص 2 زائد ماذا زائد الأسية فقط إذن تكامل من صفر إلى 1 لمن ل X أسية ناقص X زائد 1 تفاضل X هذا لهو ماذا لهو E 1 فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى السؤال الثاني ألف لكن أتابع جيدا قال باستعمال مكاملة بالتزيئة أبين أن EN زائد 1 يسوينا ناقص 1 زائد N زائد 1 في EN يعني في هذا من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم N إذن نكتب هنا البرهان أن ماذا أن EN زائد 1 يسوينا ناقص 1 زائد N زائد 1 في EN لكن قال باستعمال مكاملة بالتزيئة لاحظوا أولا أبناء مكاملة بالتزيئة الكثير يسمع بها لكن لا يفهمها ركزوا جيدا أولا هو هذا المكاملة بالتزيئة من أين جاء جاء من مشتق جداء دلتين نحن عندنا E في V إذا قمنا باشتقاقهم ماذا تقول قاعدة مشتق الأول في الثاني زائد مشتق الثاني في الأول هذا هو القانون ما رأيكم أبناء إذا أدخلنا من هنا المكاملة ومن هنا المكاملة ومن هنا مكاملة فلا يحدث أي شيء ركزوا جيدا وانتبهوا الآن مكاملة أي مشتق ما هي إذا كاملنا F فتحة فتصبح لنا ماذا هي F معناها هذه تصبح لكم هكذا E في V يساوي يساوينا المكاملة ل E فتحة في V زائد المكاملة ل V فتحة في E الآن إذا أردنا أن نستخرج هذا ماذا يصبح يساوي ألا يساوي لنا المكاملة M من E في V فتحة اللي هو هذا لأن هنا ضرب عملية تبديل أعطيكم القانون ماذا يساوي ننقل هذا إلى هنا ما يصبح إذا أردنا أن نستخرج هذا اللي هو نفسه هذا ماذا يساوي يساوينا هذا ونهذا نأتي بها هو قانون المكاملة بالتجزئة من أين أتى أصله الآن معناه في المكاملة التجزئة كم نحتاج نحتاج أربع دواب إثنان أم وأم وبنت وبنت الآن سوف أعطي لكم وأركزوا معي هنا أرجوكم إذا قلنا نترك القانون هذا حتى نحتاجه إذن نختار E لإكس ونختار V فتحة لإكس بحيث إذا ضربت هذا في هذا يعطي لنا المطلوب هذا هو الأمر المهم أولا عندنا E هذا E أن زائد واحد ماذا يصبح يساوي إذا أضفنا هنا زائد واحد فهنا ماذا نضع نضيف زائد واحد سبحانا التكامل من سفرة من سفرة إلى واحد لإكس قوة أن زائد واحد في أسية ناقص إكس زائد واحد أكيد تفاضل إكس دقيقوا أرجوكم نقطة نقطة أبنائي لاحظوا أعيد هو عندنا هذا عندنا E لكن هو قال E أن زائد واحد يعني نضع هنا أن زائد واحد وهنا أن زائد واحد ها هو أمامكم أركزوا في العبارة نقص لها درجة ما نصبح لنا أن زائد واحد في إكس قوة آن أعيد مشتقة إكس قوة آن زائد واحد هذا ما هو هذا ينزل يعني آن زائد واحد في إكس بعدما كانت قوة آن زائد واحد نقص لها درجة أصبحنا إكس قوة آن هذا نأتي الآن كذلك إلى ذي لإكس ما هي الدلة الأصلية لأسية ناقص إكس زائد واحد أكيد دلتها الأصلية هي ناقص أسية ناقص إكس زائد واحد هيا قموا باشتقاق هذه أليس هي هذه نعم الآن تعالوا نطبق القانون كما هو موجود ها هو القانون لاحظوا هكذا التكامل من صفر إلى واحد لأي لإكس في في فتح لإكس تفاضل إكس ماذا يصبح يساوي يساوي لنا دقيق ماذا قلت يساوي يساوي لنا أي لإكس في في لإكس لكن هنا نضع هكذا لا يوجد رمز التكامل من صفر إلى واحد ناقص هذا إذن أنا أطبق القانون ناقص ناقص التكامل من صفر إلى واحد لمن لإي فتح لإكس في في لإكس تفاضل إكس هذا هو القانون المكتوب عندكم في الكتاب أو في الكراس دقيقوا الآن هذا تصبح لنا ماذا تصبح من صفر إلى واحد لإكس قوة آن زائد واحد في أسية ناقص إكس زائد واحد تفاضل إكس وهذا في هذا يساوي الأم في الأم يعني هاي u في v وهذا وهذا ناقص إكس قوة آن زائد واحد في أسية ناقص إكس زائد واحد هكذا من صفر إلى واحد يقول أحدكم من أين أتيت بالنقص أضرب ناقص التكامل من صفر إلى واحد لمن لهذا في هذا إذن لاحظوا القانون يقول هذا في هذا ماذا يسوي؟ يسوي هذا في هذا ناقص هذا في هذا لاحظتم؟ يعني الأمر كله بسيط أنا أطبق في القانون هذا الذي أضعه هنا فماذا يصبح لنا التكامل من صفر إلى واحد لمن؟ لناقص هذا في هذا لأنه عندي هنا ناقص أنظروا ناقص بحيثنا ناقص ماذا؟ ناقص السية ناقص X زائد واحد في AN زائد واحد في X قوى AN هكذا تفاضل X الناقص هذا له الحق أن يخرج إلى هنا الآن نكمل إذا استخرجنا نصبح لنا هذا مع هذا يصبح لنا زائد لأن قلتها هو ناقص وهو ناقص نضربهم في بعض المعضل لأنه جداء الآن فماذا ينتج؟ هذا هو نفسه إي أن زائد واحد يعني يصبح لنا إي أن زائد واحد ماذا يساوي الآن دقيقوا نقطة نقطة ولا تتعجلوا نعوذ مرة هنا بالواحد وهنا بالواحد فماذا يصبح لنا يصبح لنا ناقص واحد قوة أن زائد واحد وهو ناقص واحد في عوض هنا بواحد يصبح لنا أسية صفر أسية صفر وهي واحد ثم نعوذ ناقص نعوذ بالصفر إذا عوضنا هنا بالصفر فتذهب كليا إلى صفر لماذا؟ لأن إذا عودتم هنا صفر في هذه القيمة صبح لنا صفر ثم زائد هذا بما أنه ثابت لا يوجد فيه X فله الحق الخروج من التكامل كل ثابت له الحق الخروج صبح لنا في Z1 في التكامل من 0 إلى 1 لمن لX قوة N في أسية ناقص X زائد 1 تفاضل X يقول أحدكم ماذا فعلت؟ لأن الضرب تخيل الآن هذا خرج إلى هنا أسية ناقص X زائد 1 في X قوة N بما أن الضرب عملية تبديلية فقلنا أنه X قوة N في أسية ناقص X زائد 1 تفاضل X وهذا ما هو؟ أليس هذا؟ هو نفسه هذا وهذا بطبعي هو E-N نعم هل وصلنا إلى المطلوب؟ نقول ومنه E-N زائد 1 يساعد ناقص 1 زائد N زائد 1 في E-N فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال وأكيد سوف ينفعنا في الأسئلة القادمة ماذا قال؟ قال أحسب E-2 إذن نكتب هنا حساب E-2 أولا ماذا نملك؟ نملك لدينا الشيء الذي برهننا أنه E-N زائد 1 قلنا يساوينا ناقص 1 زائد N زائد 1 في E-N وهو يريدنا أن نحسب 2 فكم نضع هنا للآن حتى إذا جمعنا هذا الآن والواحد ينجد كم؟ إثنان فنضع هنا واحد وهنا واحد وهنا واحد اجمعوا E-1 وواحد كم؟ إنه E-2 فاصبحنا E-2 يساوينا ناقص 1 زائد 1 وواحد وهو 2 في E-1 و E-1 ها هي قيمتها نعوذ وهنا لاحظتم؟ كله أمر استنتاجي معناه E-2 يصبح يساوينا ناقص 1 زائد 2 في ناقص 2 زائد الأسية أصبحنا E-2 يساوينا ناقص 1 ناقص 4 ثم زائد 2 في الأسية أصبحنا E-2 يساوينا كم؟ أصبحنا E-2 في الأسية ناقص 5 لأن هذا وهذا إنه ناقص 5 فقط أبنائي بعدما أنهينا مع حساب E-2 وأكيد سوف ينفعنا التذكر هذه النتيجة ناتي الآن أبنائي إلى السؤال الأخير قال ثالثا أحسب بسنتيمتر مربعة مساحة تلحيز للمستوي المحدد بالمنحنة C-F والمستقيم دالطة ها هو دالطة والمستقيمات العمودية اللي هي X يساوي الصفر و X يساوي واحد اللي هي حدود التكامل أين هي هذه المساحة؟ سوف أقوم هنا أمامكم بحصرها ها هو أولا X يساوي الصفر و عندنا ها هو X يساوي الواحد و عندنا كذلك المستقيم دالطة ها هو أمامكم و عندنا كذلك المنحنة ها هو أمامكم أين هو الحيز؟ ها هو تلك الحيز انظروا بأم أينكم ها هو الحيز الذي طلب مننا أن نقوم بحساب مساحته ركزوا سمي يا حيز لأن كلمة حيز معناها شيء مغلق هل هذه المساحة مغلقة؟ نعم مغلقة من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا بالمنحنة أو المنحنة إذن نكتب هنا حساب مساحة الحيز إذا سمينا هذا الحيز سميناه A ركزوا جيدا أبنائي إذن نقول هكذا A يساوي لنا التكامل أولا هذا X وهذا X تسمى حدود التكامل نضع الصغير هنا والكبير هنا إذن دائما لحساب المساحة X والX تسمى حدود التكامل يعني من الصغير إلى الكبير من صفر إلى واحد لمن؟ الآن هذه المساحة انظروا CF و Δالتا هل المساحة هذه انظروا جيدا تقع فوق المنحنة أم أسفل منه؟ المنحنة ها هو أمكم أنا أريكم إياها هو المنحنة تقول القاعدة إذا كانت المساحة فوق المنحنة فماذا نقول؟ وأسفل من مستقيم مقارب فنقول Y ناقص F لX Y ناقص F لX وإذا كان الأمر عكسي فنقول F لX ناقص Y انظروا هذه المساحة إنها فوق فوق ماذا؟ فوق المنحنة وأسفل دالتا فهنا نسبق نقول Y ناقص F لX تفاضل X إذا كانت مثلا تخيل المساحة في هذا المكان مثلا هنا ماذا نقول؟ نقول F لX ناقص Y حتى تفهموا جيدا إذا قال مثلا تخيلوا كانت المساحة محصورة في هذا المكان هكذا قال المساحة التلحيز المحدد ب B T والمنحنة C F والمستقيم X يساوينا ثلاثة و X يساوينا أربعة أكيد تكون لنا في هذا الموضع بما أن المساحة أسفل منحنة فنقول F لX ناقص Y بما أن هنا المساحة المساحة فوق فوق المنحنة وأسفل المستقيم فهنا نسبق إحذروا هذه وأرجوكم تعلموا فنقول Y ناقص F لX فصبحنا A يساوي التكامل من صفر إلى واحد لـ Y المستقيم دالتا معدلته أكيد هي Y يساوي X وهي X ناقص F لX هذه نضربها في ناقص صبحنا ماذا صبحنا ناقص X زائد X مربع زائد واحد في أسية ناقص X زائد واحد الكل تفاضل X لم أفعل شيء إلا أني أطبق قوانين هذا وهذا قد ذهب فأصبحت لنا A تساوينا التكامل من صفر إلى واحد لمن لـ X مربع زائد واحد في أسية ناقص X زائد واحد تفاضل X يمكن الآن أن ننشر هذا هنا وهذا هنا فأصبحنا A يساوينا التكامل من صفر إلى واحد لـ X مربع في أسية ناقص X زائد واحد تفاضل X ثم زائد التكامل من صفر إلى واحد لأسية ناقص X زائد واحد تفاضل X لأن في الجمع يمكن أن ننشر هذا هنا وهذا هنا وكل واحد يأخذ تكاملها لوحده لكن لا ننسى التفاضل X فقط اسمعوا جيدا إذن هذا في هذا وهذا في هذا يعني توزيعي ركزوا هنا أرجوكم لكن لو نلاحظ إلى هذا التكامل من صفر إلى واحد لX مربع في أسية ناقص X زائدها التفاضل X عوضوا هنا لا تعوضون هنا بإثنان وهنا بإثنان كما أشير هنا عوضوا بإثنان وهنا بإثنان أليس هذا هو إي إثنان يقول أحدكم لم أفهم أستاذ اسمعوا وتابعوا ها هي العبارة هذه إذا عوضنا هنا بإثنان وهنا بإثنان أليس هذا التكامل هو نفسه هذا التكامل إنه إي إثنان وإي إثنان قد حسب من قبل رحضتم فماذا يصبح يصبح أن A تساوي إي إثنان زائد ما هي الدلال الأصلية قلنا لأسية ناقص X زائد واحد هي ناقص أسية ناقص X زائد واحد وأعيد عملية الاشتقاق سوف تجد نفسي من صفر إلى واحد ويسألنا A إثنان ثم نعوض الآن هنا بالواحد وهنا نعوض بالواحد ما نصبح لنا ناقص أكيد قصية سفر لهي واحد ثم هكذا ولم أفعل شيء ناقص الآن ثم نعوض الآن هنا بالصفر مع هذا الناقص لأننا قلت نقول هذا نعوضه ناقص لما وعندنا هذا نقص بحنا أكيد زائد أسية صفر زائد واحد وهي أسية واحد يصبح لنا A يساوي الآي إثنانها هي أمامكم وهي إثنان في أسية ناقص خمسة ناقص واحد زائد الأسية يصبح لنا ثلاثة في الأسية ناقص ستة سنتيمتر مربع إذا قمنا الآن أبنائي بتحديدها كقيمة فنجد أن هذه A تساوي أن ماذا؟ إثنان فاصل خمسة عشر سنتيمتر هنا بالتقريب هذه هي هذه المساحة المطلوبة فقط أبنائي وفي الأخير أبنائي وبنات الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا التمرين الرائع الشامي الذي يحمل عدة أفكار إن لم تفهموا شيء أعيدوه إن فهمتمه أعيدوه لأنفسكم حتى تتمرنوا على هذا أنواع من هذا التمرين وفي الأخير أبنائي وبنات الأعزاء لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على رحمة الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار وفقكم الله إلى ما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر